لا بقى لا ده انا مش بحبك ده انا نت مليون بحبك الله على كل ده بحبك حالونا جدا طيب انا يمكن يعني احنا نسا نتكلم عن فنك كتير بس يمكن النقطة دي تحديدا هترجعني للفترة اللي كنت اعلنت فيها عن اعتزالك وده يمكن صدم جمهورك جدا من الشباب وحصل ملابسات كتير جدا الى اي مدى يعني طبعا انا بحترم جدا خصوصيتك لو انت مش حابة تتطرق لها يعني بشكل صريح يعني اي مدى الزيجة السابقة ازتك في حياتك وفي مشوارك الفن يا سندي ويمكن شباب كتير بيسمعك دلوقتي يمكن يتعلم من تجربة سندي ان هو ما يكررش الغلط الغلط كان فيه يعني الغلط كان في التصرر حقيقة وانا بس احب اوضح للي بيشوفونا حاجة صغيرة انه انا ما اعتزلتش يعني انا ما كانش اللي اعتزال خبر اللي اعتزال ما كانش مني يمكن دلوقتي الناس لو تدخل على الفيسبوك تعمل سيرتش على صفحتي القديمة انا مسحتها لاني انا ما كنتش تحت التصرف كامل التصرف فيها انا بس في الابوم لاو اللي هو نزل بعد خبر اللي اعتزال اتحطيت بس ايدوتر ويمكن الناس اللي بتتابع سوشيال ميديا انه فهمة انا اقصد ايه ان انا يعني بس احط بوست حاجات بسيطة يعني لكن ان انا الادمن اول ان انا المسئولة مسئولية كاملة عن البيتج ده ما كانش في ايدي وكان صعب جدا ان انا حتى لما اتكلمت مع فيسبوك وسفرت لهم وتكلمت معهم قالوا لي انه صعب جدا اللي عمل البيتج من البداية انه انطلعوا دي مشكلة بينكوا حلوها وطبعا كان مستحيل المشكلة تتحل فاضطريت ان انا كان لازم امسح البيتج واخسر الستة مليون لايك اللي كانوا على صفحتي وابتديت من الصفر بس لانه وجود الشخص ده على البيتج كممكن يعمل مشاكل تانية زي مشكلة الاعتزال وخبر الاعتزال لأسباب شخصية انا معرفاش بس انا هي فكرة انا مش حابة تكلم عن اي حاجة فيتت الحقيقة لانه خلاص اللي فات مات بس دايما اللي قدر انصحه اللي انصح به الناس انه ما حتش ترع في قرار مصيري